سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مبارح حقد اجتماع وتابع فيه جهود تطوير البحيرات الطبعية وجه سيادته بإعداد دراسة متكملة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة في بحيرة ناصر وبحيرة المنزلة عشان البحيرات دي من أهم وأكبر بحيرات إنتاج الأسماك في مصر وليها مردود اقتصادي وتجاري مهم خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور رفعة الجمل مدير المعمل المركزي لبحوط الثروة السماكية اللي بنواردنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح خير على المصريين كلهم إن شاء الله أهلا بك يا فرح أهلا بك ستاكل يعني في البداية حابين كده من الأول بقى خالص نعرف المشاهدين كده أهمية هذه البحيرات وأهمية كمان اجتماع مبارح تمام حضرتك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول اهتمام شديد جدا بالبحيرات والصروة السماكية وإنتاج بروتين عالي الجودة للشعب المصر مش السروة السماكية بس كل أنواع المروتين اللي موجود من صروة حيوانية وصرفها داجينة وصروة سماكية فكل حاجة بيقول بها اهتمام فمن ضمن الاهتمامات الشديدة جدا اللي بيتباحها في خامة الرئيس بالثانية وبالدقيقة السروة السماكية السروة السماكية احنا عندنا من ضمن الانتاج بتاع السروة السماكية يعني حضرتك لما نبدأ بس كلام من البداية احنا بننتج حوالي اتنين مليون طن وزيادة مئة الف طن كمان من الاسماك بمصر مصر تعتبر تالت دولة في العالم في انتاج البولتي الاولى في انتاج البوري ده من استزراع السماكية الاستزراع السماكية والانتاج كله انتاج كله اه يعني حضرتك هقول لحضرتك الانتاج اتنين مليون طن تقريبا يزيد شوية منه من الاستزراع السماكية مليون وستمائة الف طن يعني حوالي ثمانين في المية من الانتاج رقم محترم طبعا اه واربعين وعشرين في المية اللي هو ربعمائة الف طن او الخمسمائة الف طن اللي نبقيين من المصايد الطبيعية البحر العبد المتوسط البحر الاحمر بينتجوا حوالي ميتة الف طن كل واحد خمسين او خمسة وخمسين يزيدوا ويقلوا البحيرات كانت بتنتج حوالي مية وخمسين الف طن اللي قد تزادت لمية وخمسين الف طن بعد التوسعات اللي احنا بصدت بنتكلم عنها البحيرة المنزلة لوحدها كانت من تلاتين اربعين سنة يعني في القراية القديمة سبعمية وخمسين الف فدان لما جينا نقصها بعد الثورة قبل التطوير كانت مية وخمسة وعشرين الف فدان يعني السوتس المتبقي بس مية وخمسة وعشرين بقي تعديات وردم وتعدي عليها فخمس الرئيس اولى بها اهتمام وعمل لجنة لتطوير البحيرات على اعلى مستوى ودخلت فيها الحية الهندسية والجاب بولها الكركات على اعلى مستوى اللي هي طلعت من قناة السويس اللي كانت بتحفر كانت السويس راحت على بحيرة المنزلة خلوها خلناها النهاردة 250 الف فدان يعني ضعفنا المساحة الموجودة عملنا وبالتالي ضعفنا الانتاج من السر وسمكة وبالتالي ضعفنا الانتاج من السر وسمكة مش ضعفنا الانتاج وبس دا هي لها ابعات سياسية وابعات بيئية وابعات سياحية كثيرة. حضرتك كانت بيصبوا في بحيرة المنزلة الصرف الصحي الأربع محافظات. الشرقية والقاهرة والأليوبية والده أهلية. الدولة عملت محطات تحليل. في نهاية المصارب قبل ما تنزل البحيرة. محلات تحليل الصرف الصحي ومحلات سلسية. بتطلع لك الميا زي اللي بنشربها الكوباية كده. يعني بدل ما كانت ميا لميا وبناخدها وتعمل مشروع كبير بيتاخد فأنابيب كبيرة بتروع على الصحراء الغربية تستعمل في الرأي. معداش بتنزل في البحيرة. فدي حاجة ما كناش نحلم بها بصراحة. بنستعملها في الزراعة. في المواد العلافية اللي بتستخدم في تربية المواشي. عشان نطلع إنتاج ألبان وإنتاج لحول. أخذوها لحضرتك. الثاني حاجة أن احنا حفظنا على شلنا الإزالات كل التعديات وتعمل طريق داير ما يدور البحيرة في الأماكن عشان نعمل حزام آمن. اتشالت كل التعديات وكراكت تشال البوص والحاجات دي. كانت بحيرة المنزلة دي مرتع للخارجين على القانون. لو حضرتك فاكر زمان الأفلام بتاعت المقدرات ليخشوا الدفاس والحياة اللي حالة كنا بنسمحها في الأفلام دي. كنت بتشوف المنظر عامل زي. هو المنظر دي كان طبيعي لحد من سنتين ثلاثة. الوقت أنت تشوف البحيرة زي البحر أبدا متواصل كده قدامك. يعني ممكن تشوف زي ما بتشوف كده أعلى ناطة ما تلاقيش فيها. بس احنا لسه مكملين يا فن. مكملين يعني مش اكتفينا فقط بالمثل وخمسين. احنا على قد ما نقدر بكميني. بس في حاجات ما هو أنت. في حاجات بقى الطرق وبقى مباني وبقى تعمارات وبقى استزراع يعني على آخر ما نقدر ما هو أنت في حاجات ما بنقف عليها يعني. واخد بول حضرتك. الانتاج بتاع البحيرات بعد مكان من سنتين تلاتة مئة وسببين ألف طن. الوقت بقى بثين وخمسين ألف طن. وأسماك من أعلى الأسماك الموجودة في العالم من النظافة. عندنا البواغيس كانت يعني بداية البواغيس دي كان فتحة المية اللي بتيجي من البحر المتوسط تخش على البحيرة. كانت مردومة وكانت مهملة وكانت علية من كتر الرد. فتوسعت باتت المية تخش للبحيرة. وبعدين معظم الأسماك الأسماك مهاجرة بتروح تحط الزريعة بتاعتها في الموطن بتاعها بعيد في المحيط وترجع الأم بالزريعة أو يترجع الزريعة بس للبحيرة. فلازم المية دي أنها راحة جاية عشان تجدد الدماء بتاع البحيرة. اتعامل أحوات شرعية يعني مصارف شرعية جوه البحيرة عشان تجيب المية من البحر وتصرف وتقلب مية تانية تغير المية بصفة مستمرة بطريقة معينة في البحيرة. طبعا يعني مفروض البحيرة المنزلة بتطلع على أربع محافظات. مفروض لها بقعد بيئي وبقعد سياسي. بدل الناس ما تبص على البحيرة. أنا سنة 91 كنت شغال في مشروع. كنا بنجيب نعم بندرس المية وطبيعة المية بتاع بحيرة المنزلة. نزلنا الصبح أنا وانا راجح في العربية كنت بنام كده أقوم مفزوع من ريحة إيدي. من الريحة بتاعت المية. والناس اللي على البحيرة داير ما يدور معظمهم كان عندهم أمراض وعندهم بتاع من المية بتاع البحيرة. النهاردة تروح تلاقي المية زي مية النيل بالضبط. اختلفت تماما. وده كله من التطوير والاهتمام والجهود المبزولة من لجنة البحيرات وإشراف فخامة الرئيس. عظيم. دايما يا دكتور بنسمع عن حاجة اسمها ممارسات الصيد الرشيدة. ودي نقطة مهمة جدا. يعني احنا عندنا حاجة اسمها السادة السنوية تقريبا في بحيرة ناصر. تمام. بنوقف الصيد تماما من 15 مارس ل 15 مايول مدة شهرين. وده للحفاظ على الزريع اللي بتترمي في البحيرة. هل ده مطبق في باقي البحيرات؟ هو حضرتك احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في اسم الصيد الجائر. ايه هو الصيد الجائر؟ انه هو ان الصيادين بيستعجلوا على رزقه. يعني كل صياد في منطقة ما هو اللي بيصطاد في الحتة دي. وهتا الصياد لما ييجي صياد تاني من منطقة تانية يصطاد في منطقة ويقوله لا ما تصطادش فيها. فالسمك اللي في المنطقة بتاعه. يعني احنا بنقوله يا عمو ما السمك بتاعك انت بتصطاده صغير ليه؟ انت بدل ما تصطاد خمسين سمكة في الكيلو اللي هو السمك الصغير ما تصطاد ثلاث سمكات في الكيلو والخمسين سمكة هيبقوا عشرين كيلو لك يعني رزقك هو اللي هيزيد. الحكومة والدولة مش هتكون منك حاجة. تاخد بالحضرتك؟ فهو الصيد الجائر دي مشكلة كبيرة والناس بتصطاد السمك وتعمله منشر ومفروم لتوديل المصانع العلف فهو يريد الناس يعني ايه؟ ولما بنعمل وقف الصيد معظم الصيدين بيقفوا ويبعثون اعضاء مجد الشعب للهائة السمكية ومعالي الوزير يتجيب له طرات احاطة انتوا وقفين الصيد طب ليه يجد عندنا احنا بنوعب يعني احنا بنعاوزين نزود الانتاج وزود الانتاج هيبقى خير لمصر وخير للصيادين هم محتاجين حد يتواصل معهم برضو لان هم رزقهم يومي بنا تواصل يعني نازل على دريع وزي ما بنقول كده هو نازل يصطاد معاليك الفلاح اللي بيزرع القمح مش بيستنى لما يحصد مظبوط ولا هو بيحصد قمح كل يوم اللي بيزرع الدورة مش بيحصد بعد تار شهور يعني هو ما هو ده الحصاد طب احنا بنتكلم ان احنا بنعالج البحيرات دي من بعد ما كان فيها صرف صحي لمحافظات مختلفة فالهدف من انشاء محطات معالجة ثلاثية وانشاء طريق دائري كمان حوالين البحيرة حابين حارك تكلمنا اكتر عن محطة ما انا قلت لحضرتك المعالجة الثلاثية عشان نمنع الصرف الصحي ان هو ما ينزلش البحيرات وبناخد المياه نستعملها في الزراعة يعني بقى ايه يعني هدفين متدخلين اولا نوفر المياه عشان قلة المياه وان شاء الله ربنا مش هيقللها ابدا يعني ونحافظ على البعد البيئي في البحيرات وطريق امن حوالين عشان نمنع التعديات لما خلاص هو الطريق قفل بين البحيرة وبين البلاد اللي هي مطلة على البحيرة ما حدش بقى يخش تاني يرد يا رحمة دلوقتي ندر تقول ان في استعادة للحالة الطبيعية للبحيرات تاني والتوازن البيئي موجود فيها ان شاء الله فيه تعاون بين المحليات وبين الصروة السماكية وبين مزارة الزراعة وهيئة الشئول الهندسية في كوات المسلحة كله بيشتغل في تطوير البحيرات على اعلى مستوى بيشراف يومي من الفقامة الرئيسة احنا النهاردة بنقول ان مصر لو انا مش غلطانة على المركز السادس في العالم في انتاج الثور الثروة السماكية مصر بتنتج السادس في العالم في انتاج الثورة السماكية عندنا ارقام كياسية في الثورة السماكية في مصر احنا التالت عالميا في انتاج البولتي البولتي النيلي اللي هو مكتوب باسمنا بتاع النيل اسمها في كل المراجع والقواميس اللي هو البولتي النيلي احنا التالت عالميا احنا الاول عالميا في انتاج البوري وده احسن سمكتين في مصر يعني شعب المصر كله ما بيكلش الا البوري والبولتي احنا السادس عالميا في انتاج الاسماك على مستوى العالم احنا الاول افريقيا الاول عربيا احنا ليه مش الاول عالميا في انتاج البولتي بما انه نيلي هو يعني فيه بلاد تانية حاولت تزاود الانتاج لانهم اصلا عندهم مزارع كتيرة وعندهم عدد سكان اكبر فإحنا على فكرة من أكبر الدول إنتاج في الأسماك وبعدنا إحنا عندنا لستزراع السمكي في استثمارات عالية جدا وبعدنا في الخامة الرئيسة عملنا ثلاث مشاريع كومية ما نحن مش بيها المشروع بحيرة غليون بركة غليون على 20 ألف فدان لإنتاج الأسماك البحرية لأن إحنا كان عندنا شرط في الأسماك البحرية جامل ومزرعة الفيروز شرق ورصعيد برضو مزرعة كبيرة جدا على أعلى مستوى يعتبر مدينة سمكية هي وبركة غليون فيها مصنع العلب فيها مصنع الفوم فيها مصنع تعليم يعني كل حية حية متكاملة في مزرعة بتاعة قناة السويس اللي هي شرق إسماعيلية برضو اللي هي بعد قناة السويس الجديدة ما تعملت تعملت فحوض الترسيب استعملناها فإحنا زودنا الإنتاج بطريقة إحنا كنا عاملين استراتيجية 20-30 القديمة الأمن ما تتغير بعد الثورة كنا مستهدفين 20-30 نوصر بالإنتاج لـ 2 و 2 من 10 مليون تن إحنا النهاردة وصلنا لهم يعني إحنا سبقنا الاستراتيجية عشر سنين يعني إنت ما تزعليش إن أنت تالت عالميا لا إحنا بنعدي بالخسار والسماكية بخطوات جاري مش استيب بي استيب لا أنا مش زالينا أنا بس عايزة عارف نقس لنا إيه عشان نبقى الأول عالميان إن شاء الله نبقى الأول عالميان قريب إن شاء الله إحنا عندنا استصمارات عالية جندة في البلطي بالذات طيب لما نكلم عن الاستثمارات إحنا محتاجين إيه عشان نزود الاستثمارات هل فيه تحديات هل احنا محتاجين تشريعات جديدة عشان نزود الاستثمار في الصروة السمكية؟ هو التشريعات موجودة وتعاملت وكل حاجة محتاجينها الصروة السمكية احنا كانت فيه هيئة الصروة السمكية وهيئة بحيرة ناصر الوقت نضموا الهيئة واحدة بقى هيئة جهاز تنميت البحيرات والصروة السمكية اتعامل لها تشريعات جديدة الوقت احنا ندور على اي حاجة في الصروة السمكية بنرفعها وبنعظم الكيمة بتاعتها والكيمة المضافة واخد بال حضرتك فكل حاجة بتتعامل زي ما كتاب قال في الصروة السمكية طيب هل احنا بنستمبط اصناف جديدة من الاسماك؟ احنا بنحسن في سمكة البلطي احنا عندنا في المعمل المركزي بحصة الصروة السمكية وجنبنا المركز دولي الاسماك بنشتغل على تحسين سنالة البلطي اللي هي السمكة الام بتاعتنا يعني احنا وصلنا النهاردة لسمكة البلطي بتوصل للواحدة كيلو اللي انت كنت بتشتريها صغيرة للشبار الصغير دوت النهاردة عادت السمكة ما شاء الله يعني التلاتة اتنين كيلو والسمكة كيلو ده كله بالاختيار الوراسي والتحسين الوراسي للسمكة بتاعتنا وشغلين وحنا عندنا اكبر معامل للصروة السمكية في مصر في المعمل المركزي بحصة الصروة السمكية بيدرس كل البحصة التطبيقية وكل المشاكل بتاعت المزارعين بندرسها عندنا والأعلافة الغير تقليدية عشان نقلل من التكاليف وعن بنعمل خريطة وبقية للأمراض عشان نشوف الأمراض اللي ممكن تحصل في أي حتة نتباحها حركة كلمت ممكن عن أخطاء بيقوم بيها أو أخطاء شعاع بيقوم بيها بعض الصيادين وكلمت أنتم بتحاولوا تتواصلوا معهم لكن هل في خطة بقى محطوطة كده أنتم تتواصلوا معهم فإزاي أن تتجنبوا مثل هذه الأخطاء في المستقبل احنا بنتابع كل حاجة الجهاز تنمية البحارات السمكية بيتابع الصيادين وإحنا بنعمل لهم ندوات إرشادية عشان نقول لهم على فيه إقبال عليها جامعة آه طبعا فيه إقبال وفيه إقبال وبنتواصل مع الصيادين على طول وبنتواصل مع أصحاب المزارع على طول وكل المناطق اللي فيها استزراع سمكي وبنتواصل معها وإحنا تحتعمرهم في أي شيء يعني هم يتواصلوا معنا في أي وقت إحنا موجودين وتحتعمرهم ده عظيم لأنه الهدف زي مقال سيد الرئيس مبارح من هذا الاجتماع تطوير حياة الصيادين كمان اللي بيشتغلوا على هذه البحارات لأنه ده عامل مهم جدا زي ما بنسعى لزيادة حجم السروة السمكية لازم برضو القائمين على هذه الصناعة يشتغلوا هم مرتاحين طبعا يعني هم بيشتغلوا هم مرتاحين إن شاء الله وهم كل يوم حاسين بالجديد يعني هم الصيادين حاسين بالجديد وبنتواصل معاهم في كل حاجة حتى يعني أنا برضو اللي عرفتم بالشغلين أن برنامج حياة كريمة اللي متوليف في خامة الرئيس بيروحوا لأماكن اللي بتاعت الصيادين عشان برضو يحسنونهم حالتهم ويشوفوا الحياة اللي هم محتاجينها ومعاشات وحياة يعني للصيادين يعني الصيادين هم حطوطين في أولويات في خامة الرئيس والحكومة المصرية طيب عظيم هل فيت عاصل بينك وبين وزارة الموارد المائية وراي؟ يعني هم مثلا كل فترة بيفكروا يعملوا أماكن إنزال جديدة فده بيحتاج عمليات تكريك وقد تضر عملية تكريك بالسمك الموجود في هذه المنطقة فهل بتتواصله؟ طبعا فيه تواصل مستمر بين الصروة السمكية والوزارة الموارد المائية ودي تعليمات معالي الوزير السيد الكسير على طول أنه إحنا يبقى فيه تعاون بين كل الجهات الموجودة فيه جهاز ترمية البحيرات والصروة السمكية والموارد المائية جهاز الخدمة الوطنية المختصة بالصروة السمكية كله ده بيبقى فيه تعاون فيه اجتماعات مشتركة بنوصل لبعض كل واحد رؤياي حابين نتكلم كمان عن يمكن فرص العمل اللي هذه البحيرات بتوفرها لبعض الصيادين أو فرص عمل مختلفة؟ طبعا ما هو كان الفرص العمل وعدة في مجال الصروة السمكية أولا مزرعة بركة غليون اللي هي عشرين ألف فدان كانت مكان الهجرة الغير الشرعية ومرتع للقائبين على المجنوبين فالحيات دي طبعا احنا دخل التلات مزارع كبيرة بتاع المشاريع القومية دي اتخدت يجي تلاتين ألف فرص عمل للشباب ويجي خمسين ألف فرص عمل غير مباشرة كمان اللي بيوزعوا داخل الجمهورية واللي بيوصلوا لنا مستنزمات الانتاج واللي بيوزعوا الانتاج فدي كله فرص عمل مفتوحة بكل تأكيد طيب دكتور رفعت حضرتك بمأنك مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية عايزين نعرف منذ إنشاء هذا المركز تاريخه وإسهاماته في تطوير الثروة السمكية إحنا مسؤولين على البحوث التطبيقية للسروة السمكية إحنا بنلف في جمهورية مصر العربية ونشوف حضرتك المزارع فيها مشاكل إيه وبنعمل أبحاثنا ونطورها وبنعمل مثلا خريطة وباقية للأمراض وبنشوف الأمراض اللي ممكن تجي لنا من بره بنتمحها عشان ندي أطفنصد للمزارعين ونعمل ندوات إرشادية لكل الأبحاث الجديدة بنشوف كل منطقة فيها صروة سمكية بننزل نشوف بنعمل لها دراسات جدوى للمزارع وللمزارعين عشان نقول لهم دي الأرض دي تنفع على ما تنفعشي الميا دي تنفع على ما تنفعشي دي ممكن تجي لها أمراض أعمل حسابك بنضرب المزارعين على الأمان الحية والمزارع السمكية إزاي دير مجرعته ما يدخلش فيها أمراض ويزود إنتاجه ويبقى نسبة التحويل بتاعته عالية عشان ما يخشش في مخاطر للخسار طيب إحنا تكلمنا عن إنجاز كبير في وقت قليل جدا لكن عايزين نعرف مننا حضرتك برضو لسه ناقص لنا إيه إحنا طمعين عايزين نبقى فعالة إحنا طول ما حضرتك الحمد لله إحنا إحنا إنتاجنا من الأسماج كويس أوي وإحنا شغالين وهنشتغل أكتر وندخل استصمارات جديدة إحنا حضرتك إحنا كنا في اجتماع فائدة صروة سمكية من أيام بنحدد الحكومة بنحدد أماكن للاستزراع السمك البحري في أقفاص وكنا عرضين للاستصمار يعني إحنا مش وقفين على حاجة معينة عظيم وبنحدد المستثمرين سعر كويس بحيث أن إحنا نجزب المستثمرين تسهيلات مطلوبة طبعا كل شكرا لك يا فاند مشرفتنا ونورتنا دكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية شكرا جزيلا لك إحنا شكرا لك يا فاند